20 كبار الصين رقم 3-410 فرنسا 92 المملكة المتحدة 225 دول الخمس دول العضاء دائم العضوية في مجلس الامن خمسة اللي قدام حضراتكو دول خلاص دول الرسمي خلاص باكستان والهند عملوا كل معروف عند باكستان وعملوا تجارب نووية و 170 باكستان 164 الهند اسرائيل لم تعترف ولكن التقدرات بتقول ان اسرائيل تمتلك ما بين 90 الى 400 رأس نووي التقدرات بتقول مش بتاعتي التقدرات بتقول تمتلك ما بين 90 الى 400 رأس نووي كوريا الشمالية بيتكلموا على 30 رأس نووي تمتلكها كوريا الشمالية العالم كله بيتكلم على 12500 موجودة في العالم طبعا بالتفاصيل اللي حصلت روسيا والولايات المتحدة اللي عندهم اكتر من 90% من جميع رؤوس النووية على مستوى العالم طيب لو انت النهاردة بتتكلم على الإجراءات اللي ممكن تتم ممكن يحصل ممكن يحدث لو النهاردة الامريكان وزي ان بقول لها حالكم لم تجد حتى هذه اللحظة تصريح امريكي ولا تصريح غربي اتكلم على التهديد باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني اسرائيل عارفين مقلوبة ليه على التصريح بتاع النهاردة مش عشان الفلسطينيين لا ما فيش واحد اسرائيل اتكلم على الشعب الفلسطيني هنضربهم بالسلاح النووي ازاي ما جابوه سيرة فلسطين كل مشكلتهم وغضبهم انه فيه اسراء موجودين مع حماس انهم ازاي تستخدموا النووي عشان دول كمان يموتوا تخيل تخيل مش فارق معاهم اتنين مليون فلسطيني يموتوا بعد الشعر ربنا احميهم وانه فيه 200 واحد اسير مع حماس يموتوا فكل الساسة الصهينة كلهم مجرمين لا يتحدث عن حق شعب وعن حق مواطنين وعن حق بلد ان يتم ابادتها باستخدام السلاح النووي من جانب جيش الاحتلال قولوا ازاي ازاي الوزير الياهو ده يتكلم على الساعة وهو مش خايف على ولادنا اللي هو مولادهم مش خايف على الاسرة بتوعنا يعني هو كمان بيتكلم على دول كمان يموتوا هي موت اتنين مليون ومش مهم مش مهم احنا بيتعاملوا مش بشر يا الغرب ولا اسرائيل انه حق انك تقتل الناس زي حجم عايزوا لكم حجم كراهية مستمرة وحجم ضمار انتهوا مش موجودين اتشالوا من سجلات المدني في غزة واحدة